السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في قناتكم يوم مع عائلتي وفيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم اليوم رح ندخلكم إلى عالم الكروشي الكروشي طبعا هو حياكة بس باستعمال السنارة السنارة تجي أحجام هواية مثل هاية وباستخدام خيوط مختلفة متعددة مثل خيوط الصوف أو خيوط القطن كلها هاية تدخل في الكروشي اليوم رح نصنع شكل كلش بسيط وسهل جدا اللي وهاية الوردة بس قبل ما أبدي أريد أعلمكم أو يعني أقول لكم شلون تتعلمون الأشياء البدائية للناس اللي ما تعرف تبدي كروشي أولا اللي هو أكو هنا موقع باليوتيوب همين إذا شايفين هذا مكتوب أساسيات الكروشي بكل الأشياء الأساسية اللي ممكن تتعلموها اللي هي الغرز لأن الكروشي ما يصير إلا إذا أحد يعرف الغرز اللي هي غرزة السلسلة غرزة الحشو غرزة النص عمود والعامود زيان فهاي كلها موجودة فيديوهات إذا تحبون تشاهدوها هنانا وتتعلمون البدائيات مال الكروشي وهسا عزائي نبدأ بي الوردة مالتنا اللي هي هاي رح نصنع منعدها مفرش وهي عبارة عن وحدات متكررة من نفس الشكل فأول ما نبدي بسم الله نجيب الخياط نبدي أولا بالغرزة البداعية اللي هي بداية نلف الخياط حول الأصبع بهالشكل واحد اثنين بعدين بالسنارة ناخذ هذا الخياط وهي تجيب هاي يسموها الغرزة السحرية اللي تتظهر وتتكبر طبعا أنا سنارتي هنانا رح استعملها اللي هو رقمها أربعة مثل ما نشوفون أربعة ملي متر مكتوب كل السنارات ينكتب عليهم زيان وهسا رح نبدي بالسلسلة أول شي رح نسوي سلسلة خمسة خمس غرز سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هاي خمس سلاسل بعدين رح نسدها بغرزة منزلقة مثل ما نشوفون وراها رح أسعد ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة تمام بعدين رح أبدي أسوي عواميد أعمدة في هاي الثقوب هنا هذا الزرف أطببن بهذا كم عامود أحتاج؟ دعش عامود بالإضافة لهاي ثلاثة سلسلة رح أعتبرها عامود فيصيرا كلهن 12 عامود بس هاي واحد هذا العامود الثاني هذا العامود الثالث هذا الرابع هذا الخامس هذا السادس أكمل الاثناش عامود وإن شاء الله أرجع لكم متن ما تشوفون كل هاي دعطب بهذا الزرف اللي هنانا وهسا عزائي خلصت الاثناش عامود خلنا بدين نعيدين هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش اثناش هسا نسدها نغلقها بمنزلقة مثل ما تشوفون سدينها هسا هذا السطر خلص اللي هو بداية اللي هي الدائرة نبدي نصعد بسلسلة ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاث هسا نبدي وراء لثلاثة سلسلة نضيف اثنين سلسلة واحد اثنين وبأول غرزة نسوي عامود هاي أول غرزة هذا عامود تمام هسا همينا اثنين سلسلة وغرزة الوراها ما أطفر ولا سلسلة ولا غرزة هاي سبها عامود ما اتها هاي سبها عامود بعدين ثلاثة سلسلة وراها عامود وراها اثنين سلسلة بعدين عامود ونكمل اثنين سلسلة وراها عامود بسا ماذا شوفون كل اثنين سلسلة بعدين بالغرزة الوراها عامود اثنين سلسلة عامود اثنين سلسلة عامود اثنين سلسلة عامود ونكمل الى النهاية اكملها وارجع لكم وحسا احبتي شوف شون رجعنا خلصناها حسا سوينا اخر شي اللي هو العامود وصعدت اثنين سلسلة حسا رح اخذ اخر غرزة هنانا عامود اثنين سلسلة ما يحتاج نسوي بعد عامود لان اصلا نصعد هنانا ثلاثة سلسلة فهنانا احسب واحد اثنين وهنانا منا واحد اثنين ثلاثة بالثالثة نطبب السنارة وناخذ منزلقة نغلقها وصارت بها الشكل حسا هذا السطر انتهى الاول انتهى والثان انتهى هسا مثل ماذا شوفون انهينا السطر هسا رح نبدأ السطر اللي بعد السطر اللي نبدأ اول شي سأسوي غرزة حشو حتى انتقل من هذا المكان الى داخل الفراغ اطلع اثنين سلسلة واحد اثنين مثل ما تشوفون بعديا اسوي عموديا واحد اثنين الاعمدة تكون في داخل الفراغ بداخل هذا الفراغ فماذا شوفون هذا رح نحسب اول عامود وهذا الثاني وهذا الثالث ثلاثة عامود هسا في كل فراغ نسوي ثلاثة عامود بنكمل هسا هذا واحد اثنين ثلاثة هذا الفراغ الثاني بثلاثة عامود بس نجي على الفراغ اللي بعده هام ثلاثة عامود واحد ثلاثة عامود ونكمل حتى يخلص السطر اكمل ها وارجع لكم شوفوا حباي شلون انهينا السطر في كل فراغ ثلاثة عامود ومشينا حتى النهاية اخر فراغ هام ثلاثة عامود هسا نغلق بمنزلقة مثلا تشوفون انتهى السطر هسا نسعد السطر اللي بعده نسعد ثلاثة سلسلة واحد اثنين اثلاث بهذا السطر رح اول فراغ اخذ يسوي اثنين عامود بأول غرزة اشوف ها اسا لويكم ياها هاي مثل ما تشوف ها مرافز ها واضحة هاذ العامود الصعد هاي اول غرزة سويت بيها اثنين عامود هسا اسوي اثنين عامود هميا بالغرزة اللي بعد بس اول فراغ رح يكون بهال شكل فانتي صعدتي خمسة اعمدة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذا بس اول فراغ اول شي اللي صعدنا هو ثلاثة بعدين اول فراغ اما الاول عامود هذا السطر اللي تحت سويت بي اثنين وثاني عامود سويت بي اثنين هم هس اصعد اسوي اربعة سلسلة واحد اثنين ثلاثة اربعة سلسلة بالنسبة للفراغ اللي بعد والفراغ اللي جاية رح نكون شوية مختلف اول عامود اترك كشي ما اسوي بي نروح على ثاني عامود ثاني عامود اسوي بي ثنيا اعمدة هيا هذا ثاني عامود مثل ما تشوفون اخذ الغرزة هيا سوبي عامود هاي واحد والثاني اثنين اعمدة حس ثالث عامود من السطر اللي تحت هم اسوي بي اثنين عامود واحد اثنين مثل ما تشوفون صار هذا الشكل يعني اريد اربع اعمدة وبعدي سلسلة اربع اعمدة فس السلسلة ام اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة بالنسبة الفراغ الوران عيد الشغلة نفس الشيء اول عامود نترك هذا نترك بعد نجي على هذا نسوي بي ثنين اعمدة ثنين اعمدة العامود العامود اللي بعد همين فأول واحد تركنا الثاني سوينا بثنين عامود الثالث هم نسوي به اثنين عامود مثل ما تشوفون بعد هم اربعة سلسلة اربعة بالفراغ الوران اول عامود نتركه الثاني نسوي بي اثنين عامود واحد اثنين والثالث هم نسوي بي اثنين عامود بس اول واحد بي خمسة عامود وهذا ما رح يبين طبعا بالشكل فهذا خمسة عامود اربعة سلسلة اربعة عامود اربعة سلسلة اربعة عامود اربعة سلسلة اربعة عامود وهكذا حتى ينتهي السطر من ينتهي ارجع لكم وهس اعزائي خلصنا السطر مثل ما قلنا الاعمدة والسلسلة اعمدة وسلسلة اربعة عامدة وسلسلة انتهى السطر في النهاية رح يصير عندي اربعة اعمدة واسعدها منها اربعة سلسلة واغلق بمنزلقة مثل ما دا تشوفون بالنسبة للسطر الاخير هذا اخر سطر اه طبعا راح اسوي اه في منتصف الاعمدة طبعا هنا عندي خمسة مايفرق سواء واحد اثنين ثلاثة اجي على هذا العامود اللي هو رقم اربعة واسوي غرزة حشوب حتى بس انتقل الى هذا المكان بعدين ابدي في كل فراغ اسوي سبعة عامود هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة بعد السبعة اعمدة اجي هنانا في منتصف هاي واحد اثنين الثالث اسوي بغرزة حشوب بعدين ايضا سبعة اعمدة واحد اثنين ثلاثة اربعة سبعة مثل ما تشوفون دائما نتأكدوا من العدد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهنانا اسوي غرزة حشوب في المنتصف وراها ايضا سبعة اعمدة وغرزة حشوب نكمل السطر وارويكم منتج النهائي وهسا عزائي مثل ما تشوفون انتهى السطر الاخير كلهن سوات بيهن سبعة اعمدة وبالمنتصف بهذا اني سويت غرزة حشوب بعدين سبعة اعمدة غرزة حشوب بعدين سبعة اعمدة غرزة حشوب سبعة اعمدة وهكذا حتى وصلنا الى اخر سبعة اعمدة سوينا سبعة هسا نيجي على غرزة الحشوب البداية هذي نطب بها ونسحب الخيط ونطب بغرزتنا وعدين نقص الخيط نسحب وننهي العمل مثل ماذا تشوفون هاي اخر وردة وهاي النتيجة النهائية طبعا عندي اني سويت اكثر من وردة سويت مجموعة من الورود منها بنفسجية ومنها اللي لونها اسود وطبعا شنو ان نبدي نلسقها يعني واحدة بالثانية نركبهم يعني بطريقة بحيث انه ما يبين الخيط ممكن انه تكون بالابرة العادية خيط لونة بنفسجي يكون نفس اللون ونسويها على شكل مفرش هسا ارويكم النتيجة النهائية بالعرف وهسا اعزائي هذا هو الشكل النهائي للمفرش ان شاء الله يعجبكم اتجربوا تمتم بخير وسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا